بداية أقدم شكري لمقام وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين على هذه الدعوة الكريمة لتقديم محاضرة في مهارات التواصل الإعلامي المؤثر والتي تأتي ضمن سلسلة محاضرات كان الوزارة قد تنظيمها داخليا واستقطاب محاضرين من الخارج محاضرتنا اليوم طبعا هي عن أبرز أو أهم المرتكزات التي يتسلح بها الإعلامي أو الفاعل في الحملات التواصلية والإشهارية لتحقيق عائد ومردود وأثر لحملة قصد التأثير وقصد الإغراء وقصد ربما حتى الهيمن على المتلقي والمستهلك وتوعيته بداية سوف أقدم لكم لمحة عن هذه الورشة أو هذه المحاضرة التي سوف تتطرق في البداية إلى أهم المفاهيم التقنية الحديثة التي ضخرت وولدت مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وظهور تكنولوجيا الاتصال وأبرز الحملات التي تؤثر في المستهلك والمتلقي والتغيير الذي طرأ على هذا المتلقي وكيف أصبح هو سيد اللعبة كما يقال وأصبح يملك حق القبول وحق الرفض لكل ما يصل إليه ربما يكون رفض جزئي أو رفض كل أو قبول تام أو استيعاب ربما تام لهذه الرسالة التواصلية الطريقة التي سوف ننتهجها سوف نتحدث عن فكر التواصلي عن تطور تكنولوجيا الاتصال سوف نمر بالعقبات التي تقف أمام الفاعل أمام المحتوى والمضمون أمام الوسيلة الاتصالية عقبات سواء كانت عقبات تقف أمام التأثير سواء كانت عقبات تتعلق بالمتلقي وهي عقبات أخرى أيضا تتعلق بالمضمون وتتعلق باختيار الوقت المناسب للحملة التواصلية سوف نتحدث بمرور سريع عن علاقة الإعلام بالتواصل هذه المتلازمة التي ساهمت تقنيات التكنولوجيا أو تقنيات التواصل الحديثة في ربطها ودمجها سوف نساهم أيضا معا في تنمية بعض المهارات التواصلية التي تقود بإذن الله إلى عملية تواصلية ناجحة طبعا مع ظهور وسائل التواصل الحديثة ظهرت مفردات تتعلق بالنص الإلكتروني وتتعلق بالممارمية التي هي تتعلق بالعدد أحيانا والمضمون أحيانا بالإعجاب بالتشارك بإعادة التوزيع وما يطلق عليه مفهوم تنوع الاستعمالات وظهور ما يعرف بالمسبح الرقمي والازدهار الرقمي ومصطلح صانع المحتوى والصناعة التواصلية والتي يطلع أو تقوم بها كبريات شركات التواصل الاجتماعي سوف نتحدث عن إنتاج المضامين كمفهوم وفنون الإنترنت بالنسبة للمتلقي وهوات الإنترنت طبعا هناك تطور كبير كما تعرفون في التكنولوجيا الرقمية في الرسائل والتطبيقات التي تدير هذا المحتوى هناك مجتمع رقمي جديد يميل إلى النزعة الفردانية يميل إلى تأسيس الذات إلى بناء هوية جديدة رقمية لهذا المتصفح هناك معالجة هناك تحول رقمي من للشركات حتى للفرد هناك معالجة رقمية هناك ثقافة رقمية أصبحت هي المسيطرة على عملية التواصل الحديثة التي نخوض عبارها معا نحن الآن أمام كثافة معطيات وهذه الغزارة في الإنتاج هي نتاج طبيعي للتطور التكنولوجي هذا الطوفان من المعلومات والبيانات والتبادلات عقد بشكل كبير جدا من مهام التواصل وعقد من دور الإعلام أحدث ما يعرف بعدم التجانس بين الجمهور في السابق كانت الرسالة عمودية وكان الجمهور ربما متجانس كانوا يستمعون إلى الراديو أو يشاهدون التلفزيون وكانت الإعلانات تمر بشكل أو الحملات التواصلية والإشهارية تمر بشكل عرضي وكان المتلقي لا يملك حق الاعتراض أو حتى حق القبول على ما يداع أو يبث إليه من حملات إشهارية وتواصلية اليوم اختلف اليوم أصبح المتلقي هو سيد المشهد كما يقول العالم الشهير في الحملات التأثيرية والتواصلية هناك صحيح هناك بساطة في التقنيات والتطبيقات التي وظفت وتوظف في العملية التواصلية والعملية الإشهارية والإعلامية لكن يقابلها أن هناك ظهور لتعقيدات كبيرة جدا أمام المتلقي أمام المتصفح أمام البشر أنفسهم صحيح أن النظم التقنية والتطبيقات قائمة على التواصل في الشبكة قائمة على شبكة واحدة يعني كلها مربوطة بشبكة واحدة لكن البشر لا يعني ما يفهم بأنه نتاج أو أن التكنولوجيا أنتجت قرية كونية نعم على مستوى التقنية لكن على المستوى الاجتماعي على مستوى المشاركة على مستوى القبول والرفض للمعلومة بالعكس التقنية أنتجت جماعات وتجمعات أخرى أنتجت ما يعرف بجماعات المباشرة أو البث المباشر ما يعرف بجماعات الأنوى ما يعرف بجماعات البحث عن كل ما هو مرغوب وإن كان غير ذا جودة عالية في الإنتاج مضاعفة الرسائل والمبادلات أحدثت حالة من عدم التواصل لأن أكثر معوق وأكبر معوق أمام التواصل هو كمية المعلومات والمعطيات التي تقف أمامنا والتي تتطلب مهارة عالية جداً في معالجتها وهذا هو ما يميز الإعلامي بأن الإعلامي هو القادر على وضع بصمته ووضع اسمه على هذه المعلومة وهو الذي يؤكد أن هذه المعلومة هي دقيقة وحقيقية أم هي إشاعة التقدم التقني أخرجنا كتواصليين وكمتصفحين ومستعملين لشبكات الإنترنت أخرجنا من حالة التواصل المغلق إلى حالة التواصل المنفتح والمتعدد إلى هذا المحيط الهائل من البيانات المحيط المتعدد إلى جماعات أخرى تربطنا بها ربما تشجيع لنادي أو لمنتج أو لشخصية أو لحملة معينة أو ربما يكون وطن ذاتي وطن أرضي أو ربما يكون وطن افتراضي تكنولوجيا الاتصال لها يعني بعدين أو معيارين يتعلق أحدهما بالتقنية والثقافة يعني التقنية لا يمكن أن تقدم لنا شيء إلا بذلك المنتوج الكبير من الثقافة التي ولدت حالة من الاقتصاد والسوق الرقمية التي يسعى كثير من المؤثرين والشركات ورجال الأعمال ورؤوس المال إلى الاستفادة من هذه السوق الرقمية هذا أنتج ما يعرف بمتلازمة الإعلام والتواصل الإعلام كنبأ الإعلام كحقيقة الإعلام كمعلومة صادقة والعلاقة والتبادل والتقاسم بالنسبة لمفهوم التواصل الثورة الرقمية ونحن التي نعيشها اليوم أحدثت تغييرات كبيرة جدا في حياتنا أثرت على نمط معيشتنا أثرت على مستوى استقائنا للأخبار أثرت على طرق تسليتنا وترفيهنا ركزت من المفهوم الثقافي للتواصل وعززت من طرق تواصلنا وسهلت لكن هذه السهولة هي أشهد وطأة في التواصل البشري المعقد ساهمت في تثقيفنا ساهمت في تعزيز التمويل في غلبة السوق هذا التقارب الحاصل بين عالمي الثقافة والتواصل والإعلام هو نتاج طبيعي لهذه التكنولوجيا الهائلة الكبيرة التي مست معيشتنا مست حياتنا مست عاداتنا وتقاليدنا وطرق حتى تفاعلنا مع الآخر هناك نظريات عدة نشأت في مسألة التواصل الإنساني لكن نأخذ منها النظرية التواصلية الشهيرة في أن التواصل ما هو إلا مفهوم شامل لسيرورة الحياة التي نحن نعيشها الحياة الزوجية الحياة مع الجيران مع المجتمع الحياة في كنف الوطن في الدولة الحياة أو التواصل بين الدول سواء كانت منظومات إقليمية أو منظمات دولية أنتجت هذه العملية من التواصل تقاسم وأنتجت مفهوما يعني قادت إلى مفهوم التعايش إلى مفهوم العيش المشترك إذن التفاوض يتيح لنا أو التواصل يتيح لنا التفاوض بحرية يتيح لنا التفاوض بمساواة الوصول إلى نقطة اتفاق التفاوض أو التواصل يخرجنا من حالة أو عدم التواصل التي هي يعني البشر وهو عدم التواصل التفاوض والتواصل تجنبنا العدوانية تجنبنا يعني عدم التسامح وتقودنا إلى العيش المشترك تقودنا إلى الإقناع إلى الإغراء إلى الهيمنة إلى الحملات الإعلامية المؤثرة الفكر التواصل هو مصنع للتغيرات المتداخلة أيضا في سياستنا كأفراد مع بعضنا في جماعاتنا في أسرنا في مجتمعاتنا وأيضا على مستوى كلي فيما يتعلق بسياسات الدول هذا الفكر يتطور بشكل عميق ويستجيب لرغاباتنا كأفراد ومجتمعات إذ أن عدم التواصل الجلي يحدث قطيعة بين الإعلام والتواصل وكما أسلفنا فإن التقنية وحدها هي لا تقود إلى التواصل إنما ما نضعه نحن من محتوى من مضامين هي التي تجعلنا نتبادل ونقيم علائقة مع الآخر والإعلام والتواصل والحيمنة باختصار معناها الغيرية وهي الآخر الذي نتفاوض ونتقاسم معه المعطيات والمعلومات والتبادلات هذا التأثير الذي هو هدفه تحقيق العيش المشترك بيننا كل يؤثر على الآخر نتأثر بالآخر ويؤثر فينا ونؤثر فيه أدوات التواصل تكمن في إثارة الرضا والإغراء والإقناع وهو الهدف من محاضرتنا كيف نتعلم بعض مهارات الإقناع التواصلية وإدارة الحملات الإعلامية هناك بعد معياري للإعلام وهو حقي معياري للتواصل هو التقاسم ومحاولة الإقناع والحجاج بين البشر هناك بعد أداتي لتدفق المعطيات وهذا ساهم بشكل كبير جدا في دمج الإعلام بالتواصل طبعا هناك كتاب شهير لدومونيك ويلتون الإعلام ليس تواصلا أنصح بقراءتي وأستفدت منه كثير جدا إذ أن الإعلام هو إخبار وأنباء بينما التواصل أشكالات متعددة تبدأ بالرابط البيني بين البشر بتقاسم المعلومات بالتبادلات بالمشاركات بالتوزيع حتى إنتاج المضامين المشتركة هناك فرق بين الإعلام والتواصل وإن كانوا يكملون بعضهم البعض إلى أن هناك يحدث إضرابا في وضع سابق هناك وضع كان مستتب لمعلومة معينة ثم أتى الخبر وأحدث نوعا من التغيير في هذه المعلومة الراسخة لدينا أو التي هي ليست موجودة أصلا فأحدث نوع من الإضراب والتحديث أو التغيير فيها بينما التواصل تفاعلات التفاصل الآن أصبح مشاهدات عدد رقمي التواصل هو البحث عن الآخر وعن العلاقة عن الإغراء عن التأثير عن الهيمنة في السوق الرقمية الإعلام أو التواصل وشبكات التقنية بشكل كبير جدا قادت إلى ما يعرف الإعلام تحت الطلب يعني اليوم أصبح المتلقي هو من يبحث عن المعلومة هو من يبحث عن الخبر الذي يريده وما يبحث عن المقطع المصور والفيديو والصورة التي يريدها والمعلومات التي يبحث عنها إذن لما التواصل؟ التواصل حسب دراسات حديثة بأن الفاعلين في مجال التواصل والمكلفون بالعملية التواصلية يندرجون ضمن وظائفهم تندرج ضمن وظائف المستقبل إذ يقومون على تبادل وتقاسم المعلومات ولا تستغني عنهم أي منظمة أو منشأة أو حتى جماعة أو مجتمع أو حملة إشهارية أو تواصلية أو إعلامية لا تستغني عن المكلفين بالتواصل الذين يحدثون حالة من الارتباط بين القائم بالاتصال وما بين المتلقي الذين يختارون الوسيل الناجح الذين يدرسون السوق الذين يسعون إلى تعزيز عيش المشترك ويمتهنون التأثير والإغراء لماذا؟ لأن كلفة الإعلام لا تزال باهضة بينما كلفة التواصل يعني زهيدة جداً لا تحتاج إلا إلى قدرة يعني معلومات تكتسبها إلى التفريق بين تضارب المعلومات إلى الفعل وهي الرغبة الحقيقية في مسألة العيش المشترك لماذا نتواصل كبشر؟ التقاسم والتبادل هناك ثلاث مرتكزات مهمة جداً للتواصل وهي المرتكز العاطفي أو المعيار العاطفي ونحن نتحدث عن التقاسم والتبادل وهو أكثر ما يكون في الجانب الإنساني والعاطفي للتواصل وهناك ما يتعلق بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الفرد والفرد بين الفرد والمجتمع بين الفرد وجمهوره بين الجمهور والنجم وهناك الإقناع والمحاججة والتفسير والرد على الاعتراض كما أسلفنا أصبح المتلقي هو سيد المشهد المتلقي هو يعني يرفض المعلومات التي تزعجه يرفض الأخبار التي لا تسره أصبح المتلقي هو من يطلب المعلومة أصبح المتلقي هو المؤثر فينا وإن كان هناك يعني بعض الملاحظات أمام هذه الرؤية أو الدراسة الخاصة بهذا المتلقي هناك استفسار أيهما أشد أو سؤال أيهما أشد تأثيراً التواصل أو الإعلام بطبيعة الحال فإن الإعلام الذي يتحدث عن الحقيقة يتحدث عن النبأ يتحدث عن المعلومة الصادقة في هذا الجانب هو أشد تأثيراً من التواصل بينما التواصل أمام ما تفرضه التكنولوجيا قد بسط هيمنته وطغى على التبادلات في المعطيات بيننا كبني البشر يقول عالم الاجتماع والتواصل دومينيك وولتون في كتابه الإعلام ليس تواصلاً الذي أنصح بقراءته أننا أمام ثورة تواصلية واتصالات وليست ثورة إعلام نحن أمام علاقة تربط المرسل بالمتلقي ولسنا أمام رسالة فقط لا غير وهي رسالة إعلامية نحن أمام نحن لسنا أمام إنتاج إعلامي فقط يقتصر على الإعلام لا اليوم المتلقي هو من ينتج المعلومة هو من يساهم في إنتاج المضامين نحن أمام شروط القبول والرفض من قبل المتلقي قلنا إما رفضاً تاماً لهذا المحتوى والمضمون ولهذه الرسالة أو رفضاً جزئي لأي محتوى يعني قد يغيره ويعيد توزيعه التواصل يأتي عندما يتعذر التفاهم يتعذر التعايش تنوع المتلقين ومقاومة المعلومات من قبل المتلقين أصبح حاجز كبير جداً للإعلام وبالتالي فإن العملية التواصلية هي التي تساهم بشكل كبير جداً تدعيم المعلومات في تدعيم العيش المشترك في التأثير في الإغراء في الإقناع لأن الأخبار عادة ما تكون جافة بينما التواصل والحملات التواصلية والإشهارية عادة ما تمزج بالخيال تمزج بالإدهاش تمزج بالإبداع بالتميز وهو ما سوف نراه لاحقاً في هذه المحاضرة سوف نمر على المكلفون بالإعلام والإتصال ومعظمكم خبارة في المجال نحن نتحدث عن أدات اتصال أو أدوات اتصال متطورة جداً أحدثت تغييراً حائلاً في تلقينا للمعلومة في بثنا لهذه المعلومة للرسالة الإعلامية اليوم أصبح وإن لم تتغير محتوى أو خدمة هذه التكنولوجيا إلى أنها أصبحت أصغر وأصبح هو المحرك لتفاعلاتنا نحن نحرك مبادلاتنا الثقافية وتواصلنا فقط بإصبع على شاشة موبايل هناك تطور كما أسلفنا في مسألة التقنية يعني يشهدها الكل هناك إنترنت هناك وسائل إعلام تنتهج يعني تسعى للاستفادة وتوظف من توظف تكنولوجيا الاتصال في إيصال رسالتها هناك تواصل اجتماعي شبكات تواصل اجتماعي جدا علينا وأتاحت لنا حرية الوصول إلى المعلومة حرية التعبير حرية التبادلات والمشاركة أتاحت لنا كمتلقين ومتصفحين أن نرفع من نشاء وأن نخفض من نشاء من للأسف يعني من السلع المتلقي الذي هو في السابق كان حليفا كبيرا للإعلام أصبح اليوم يهدد بشكل كبير جدا الرسالة الإعلامية بضغط زر إعجاب أو نقرط غير إعجاب لمحتوى معين كلنا نشهد أن هناك بعض المقاطع المصورة أو التسويقية أو بعض الإعلانات أو بعض الرسائل للأسف الشديد حققت نجاح كبير جدا وإن كان مضمونها هزيل ومحتواها ركيك ورديء جدا إلى أنها حققت صدا وانتشارا واسعا لقد أصبح هذا المتصفح لشبكات التواصل الاجتماعي هو من يساهم في الشهرة والنجومية أضرب لكم مثلا بأنه حتى يساهم في إعادة إنتاج المحتوى في إنتاج المضامين يعني هناك سلسلة فيلمية أعتقد اسمها سيدة الخواتم مخرج هذا السلسلة أتاح للجمهور أن يساهم في إعادة أو تقديم أفكار ساهمت بشكل كبير جدا في إعادة الإنتاج لهذه السلسلة طبعا كما أسلفنا فإن التقنية لا يمكن أن تقدم شيء بدون منتوج ثقافي هذا المنتوج الثقافي والحمولة الرسالة والتي يقوم بها مهنيون وإعلاميون وإشهريون بمعنى إعلانيون باحثون أيضا في مجالات التواصل وهم أكاديميون مهندسون لتقنيات البث والإرسال والمنتاج والإخراج وهناك الرسامون الذين يستخدمون التطبيقات التي تساهم في إيصال الرسالة كفلنا الكاريكاتير في التصاميم في جرافك وغيره هناك المكلفون بالتواصل بالحملات التواصلية يعني هناك أيضا المتخصصون في الاستراتيجيات التواصلية الإعلامية وغيرها طبعا الحملة التواصلية أو الإعلامية يعني خلال بحثي في مسألة التواصل أو مفردة الاتصال والتواصل هناك جزئية يعني ربما تكون فارق بسيط جدا يعني في مسألة يعني يؤثر في الآخر طبعا هو التواصل بطبيعة الحال لكن درجنا على استخدام شبكات التواصل ودرجنا على استخدام تقنيات الاتصال بمعنى أن الاتصال أو مفردة الاتصال عادة ما تلتصق بكل ما هو تقني وكل ما هو تكنولوجي وتطور وتقدم بينما التواصل يهتم بالتبادلات بالتقاسم بالرسالة بالمضمون بالقائم بالاتصال هذه أبرز ملامح ومبادئ ومحاور أو عناصر أي حملة تواصلية تستهدف التأثير والإغراء وإقناع الآخر أو ربما المحاججة هناك حملة تواصلية اعتراضية تعترض معلومة معينة أو حملة أخرى أو حملة تنافسية الحملات الإعلامية أو التواصلية لا بد أن يكون لها تخطيط إعداد مسبق تنظيم من قبل خبراء عاملين في مجال التواصل لديهم التأهيل الجيد والخبرات التي تمكنهم من الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الحملات التواصلية لا بد هنا في أي حملة تواصلية قصدها التأثير أن نتحدث عن المرسل أو القائم بالاتصال لا بد أن ندرسه قد يكون القائم بالاتصال لحملة تواصلية منتج وقد يكون سلعة وقد يكون زبون وقد تكون حملة سياسية مثلا مرشح انتخابي ولهذا يقول عالم التواصل جاك سيجيلا إن إعلانا لقهوة لكوب من القهوة وليس هو إعلان لمرشح سياسي لماذا؟ قال لأن المرشح السياسي سوف يبقى بيننا لبدة أربع أو خمس سنوات وهو يؤثر في حياتنا في أسرنا في مجتمعاتنا بينما إذا أنا قدت حملة لكوب من القهوة فإنني أستطيع أن أغيره إن لم يعجبني في ثوانٍ معدودة ولهذا دراسة القائم بالاتصال مهمة جدا لماذا؟ لأن هناك أيضا مقولة لذات العالم يتحدث فيها بأن الفوز هو من نصيب هذا الزبون أو هذه السلعة بينما الفشل عادة ينسب لهذه الحملة التواصلية لابد أيضا من دراسة المتلقي المتلقي كما تحدثنا هو سيد المشهد الآن لكن ليس سيدا مطلقا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن أرضي أنا كل تطلعات هذا المتلقي حتى لا أنساق وأكون أنا أسير لهذا المتلقي وكذلك لا يمكن بطبع الحال أن أهجر هذا المتلقي أو أننا لا آبة له لا نجب أن نتعامل مع هذا المتلقي بدراسة باستقصاء للرأي مثلا بقياس لجمهور هذا الجمهور أصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليه لماذا؟ لأنه متعدد المشارب يعني متعدد الرغبات هذا الجمهور منه من يستخدم شبكات التواصل منه من يستخدم وهي متعددة وكثيرة جدا منه ما زال من يستخدم الراديو والميديا منه ما زال يستخدم مثلا الصحافة التقليدية ولهذا تنوع الوسائل التقنية تربك المشهد عادة أيضا هذا الجمهور أصبح جمهور عريض جدا جدا وكما تحدثنا بأن التقنية لم تساهم في إيجاد قرية كونية إلا تقنيا بينما اجتماعيا وأحدثت حالة من الشرخ الكبير بين بني البشر تجد في الأسرة الواحدة مجموعة تشجع فريق معين ومجموعة تشجع فريق آخر وكذلك تجد في المجتمع الواحد يعني كان هناك صعوبة في التواصل بين الجمهور كان الجمهور نوعا ما متجانس اليوم هذا الجمهور غير متجانس أصبح عملية التواصل بين هذا الجمهور سهلة جدا أزاحت التقنية كثير من العوائق هذا الجمهور عندما أحدده في حملة التواصلية القصد التي أقصد بها التأثير أتعامل معه أهل هو جمهور فردي أم جماهيري وعادة هنا الجماهيرية تستخدم فيها الحملات الدعائية والحملات التواصلية الكبيرة أيضا لا بد في أي حملة إعلامية تواصلية أن يتم فيها مرونة في التقييم والمتابعة تحسبا لأي طارق قد يحدث لردة فعل من إما تشويش على الرسالة أو على الوسيلة أو حتى على القائم بالاتصال هذه المرونة والتقييم المستمر لأي حملة تواصلية يجب أن يعقبها ردة فعل مدروسة وكما أسلفنا لأي تشويش قد يحدث أمام قصدها ودلالتها نحو التأثير نحو الإغراء نحو التحفيز نحو الإقناع للجمهور المستهدف هذه الحملة التواصلية يجب أو يكون هدفها إما تدعيم لموقف معين لسمعة سلعة معينة لمنتوج معين أو توجيه لرأي وفكر معين وهي يكون لها أيضا أهداف هذه الأهداف يجب أن تكون أهداف لا تخرج عن المعايير لا تخرج عن عاداتنا عن تقاليدنا هناك يعني ضجة إعلامية كبيرة الآن في ألمانيا لإعلان طبعا أتحفظ عن تقديمه هنا لما به من إيحاءات هذا الإعلان يعني وإن كان المجتمع الألماني أكثر تفتحا لكنه تحسس بشكل كبير واستأمن هذا الإعلان الذي فيه إشارات وفيه سب وشتب لمن لا يلبس الكمامة هذا الإعلان ربما يعني خرج عن معايير وتحفيز الناس تجاه لبس الكمامة للوقاية من أزمة كورونا هناك حملات ضد وهي الأصعب يعني كيف تواجه حملات مغرضة سواء كانت حملات سياسية أو حملات دعائية لمنتج منافس أو حتى لحملة تواصلية لمكافحة الإشاعة يعني وكما سنلاحظ تجربة منظمة الصحة العالمية في كيادة حملة تواصلية في هذا الخصوص يجب أيضا دراسة المنتج والسلعة يعني لا يمكن بطبيعة الحال أن أقوم بحملة تواصلية دون دراسة هذا المنتج دون دراسة سعر السلعة جودته اليوم المتلقي أصبح أكثر ذكاء يعني كان في السابق في بعض الدراسات تحدث أن الإعلامي أو أن ما يعرف بأن عفواً المتلقي هو متلقي غبي يتلقى الإعلانات لا اليوم أصبح المتلقي يدرس هذه السلعة يقرأ من أي مكونات هي صنعة حتى أصبح يسأل في ظروف إنتاج هذه السلعة يعني هناك ضجة إعلامية حدثت لإنتاج الشوكولاتة في دول إفريقية والتي يتم فيها استخدام عمالة الأطفال لإنتاج الشوكولاتة وحدثت مقاطعة كبيرة لبعض الشركات التي ثبت أنها تنتج الشوكولاتة باستغلال الأطفال وتشغيل الأطفال وظهر ما يعرف بمفهوم اقتني التجارة العادلة التجارة العادلة التي لا يتم فيها استخدام الأطفال هناك دراسة القضية نفسها سواء كانت سياسية في الحملات التواصلية أو اجتماعية أو اقتصادية وأهمها هو الوسائل والمضامين يجب اختيار الوسيلة عندما أتحدث عن الشباب أبحث عن ما هي التطبيق الذي ممكن أن أستخدمه سواء كان في يعني ربما أحيانا في مثلا في شمال إفريقيا أكثر استخداما للفيسبوك بينما في دول الخليج تويتر يعني فأنا أتحدث عن اختيار الوسيلة واختيار أيضا التطبيق المناسب بمعنى أن من الصعوبة بمكان تسويق شيء لكبار السن وأنا أختار فئة عمرية لا تناسبهم أتحت لنا تطبيقات ومنظومات والتطبيقات التقنية الحديثة القيام بحملات إعلامية وتسويقية موجهة باختيار موقع الشخص المستهدف باختيار موقع الجمهور اهتماماته والتي يتم جمعها عن طريق ما يعرف بمنظومة كوكيز التي تتحدث عن رغبات اهتمامات هذا المتصفح تتحدث عن كيفية اختيار العمر المناسب الذي أريد أن أستهدفه للنساء للرجال لسن فئة عمرية معينة ساهم بشكل كبير جدا في إيصال رسالتي التسويقية وتعطيك تفاعلا كبيرا هناك المضامين الإنسان بطبيعة يعني لديه غريزة التملك وأنتج مضامين تواصلية بدأت للسابق في مسألة الحفريات ثم الكتابة على الألواح ثم إنتاج الطباعة ثم إنتاج اللغة وكتابة المحتوى ثم يعني مسألة النشر المنتوج أو المضامين السمعية ظهورة راديو، التلفزيون، التلفون، التطبيقات الموبايل، الشبكة هذه كلها ساهمت بشكل كبير جدا في إيصال هذه المضامين ولهذا إذا أردت أن يكون لحملتك الإعلامية أو التواصلية تأثير يجب أن يكون لديك مضامين تسويقية ملهمة، مدهشة ولهذا يقول جاك سيجلة عندما تسألني عن ذوبان الثلج ليس معناه أن هناك ماء لا لون رهو ولا رائحة ولا طعم وإنما هو قدوم الربيع ذوبان الثلج يعني قدوم الربيع هذا التميز في إنتاج المضامين، في إنتاج المحتوى هو ما يقودنا إلى أن يكون لنا حملة أو نجاح حملاتنا الإعلامية التواصلية هناك عقبات أمام العملية التواصلية نتطرق لها بشكل عابر طبعا وهي تؤثر في جودة التواصل والتفاهم أولى هذه العقبات هي الجمهور غير المتجانس هذا الجمهور الذي أصبح اليوم محل دراسات وكتابات وأبحاث لأنه أصبح هو من ينتج ذاته، هو من ينتج هويته، هو من يؤثر فينا نحن أيضا كقائمين بالحملات التواصلية هذا الجمهور أحيانا يساهم في أن ننحرف عن مسارنا في العملية التواصلية أحيانا هذا الجمهور يقودنا إلى أن نتوقف لوقت معين لمواصلة حملتنا الإعلامية أو التواصلية أيضا من أهم العقبات أمام التأثير هي طوفان هذا الرسائل أو تدفق الهائل للمعلومات والتي هي بحاجة إلى خبراء وهذا ما يميز المعرفة لدى الإعلامي ومع ظهور منتوج أو هواه ينتجون مقاطع ومضامين أصبحنا أكثر حاجة إلى الإعلامي إلى الفاعل التواصلي الفاعل في مجال التواصل لتمييز وانتقاء المعلومات التي تساعدنا في عمليتنا التواصلية هناك عقبات أيضا أمام التأثير عدم احترام الهويات الرقمية والهوية الفردية أحيانا ليس هناك مقصود يعني قد يعني نقصد بالهويات هنا بمعنى هويتنا القومية الدينية الوطنية نعم أيضا هناك هوية فردية لدى هذا المتصفح يجب أننا أحترمها يعني هل هو أن أصل له هذه الرسالة بقالب مناسب له أحترم فيها عاداته وتقالده لأن المتصفح اليوم هو يصنع هوية فردية لذاته هو من يصنع جمهوره هو من يرفض من يشاء ويقبل من يشاء في مجتمعه أيضا من عقبات التأثير التطور التقني وكيف نلاحق هذا التطور وكيف نساهم بشكل كبير جدا في توظيف تطبيقات ومنظومات التقنية لنجاح حملتنا هناك تشويش يحدث أحيانا على إما تشويش على المرسل إما تشويش على الوسيلة الإعلامية إما تشويش على الرسالة أو المضمون الإعلامي وهذا يتطلب حنكة ودراية من القائم في الاتصال هناك معضلة كبيرة جدا هي قبول ومقاومة المعلومات كبول ومقاومة المعلومات هذه من قبل المتلقي والتي يجب أن أدرسها بعناية وأبحث ما هي المعلومات الأكثر رفضة من قبل المتلقي كيف يمكن أن أوضف هذه المعلومات بشكل يعني أن أنا أؤثر فيها ولا يرفضها هذا المتلقي الذي أصبح يشكل هاجس لي كقائم بالحملات التواصلية في السابق كانت الحملات التواصلية أكثر سهولة اليوم أصبحت بهذه التحقيدات، تعقيدة التطور التقني، تعقيدة التدفق الهائل للمعلومات المعايير، الانفتاح، التأسيس الذات لدى الفرد في هذا المحيط التقني قبول المعلومات، التشويش السريع للمعلومة يعني زمان كان التواصل ربما هو تشويش تقني أكثر من كونه تشويش معلوماتي اليوم أصبح لدي تشويش معلوماتي، لدي أخبار كاذبة، لدي معلومات مضللة لدي حملات تستهدفني كوطن، تستهدف مجتمعي، تستهدف قيمي، تستهدف أمني وتستهدف نمط عيشي هناك أيضاً ما يعرف بالمستعمل الهاوي هناك بعض الإشكالات التي تزايدت أمام التأثير وأحدثت وأصبحت يعقبات أمام أي حملة تواصلية منها الثقل المتزايد لهذا الهاوي تعرفون أن كثير من المضامين التي تنزجها لينهينا لهواه وليست لمتخصصين في مجال التواصل والحملات قد ينتج عنها إنتاج أصيل وإبداع بما اكتسبه هذا الهاوي من خبرات ومن مشاهدات وقد يكون عنها إنتاج عشوائي يربك ويشوش عملية تواصلنا الذي قاد إلى أن يتربع هذا الهاوي على أن يأخذ هذه المكانة وأن يحتل هذه المكانة هي الحرية التي تتيحها شبكات التواصل أو تطبيقات وإن كانت هي ليست حرية مطلقة هي تتيح لك الحرية فيما تتيحه هي ولهذا عندما نتحدث عن العمل بحرية في شبكات التواصل الاجتماعي تجد أحياناً إعدادات الصفحة، إعدادات الجمهور، إعدادات لا إنما هي حرية مقيدة أن تصممها وتبني هويتك فيما تتيحه لك التقليل وليس حسب رغباتك المطلقة هناك نشاهد أيضاً من خلال تصفحنا لوسائل التواصل الاجتماعي غزارة في الإنتاج من قبل الهواة الذين يحرصون بشكل كبير جداً على تقاسم الأذواق وفيما يتعلق بالمنتوج النصي أو المضامين السمعية والبصرية يرى الفرد أن وسائل الشبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تكافؤ الفرص يعني هو أصبح يرى نفسه بأنه خبير مثله مثل قائم بالحملة التواصلية مثل الإعلام المؤهل ساهم في ذلك أيضاً في تقوية نفوذ المستعمل الهاوي هي مجانية التشارك أصبح ينتج مقطع معين ويرسله بشكل مجاني بشكل فوري يعيد توزيعه إلى المستعمل أصبح مسألة غير مكلفة بالنسبة لهذا الهاوي الهاوي يحاول قدر المستطاع أنه يعمل نوع من التنظيم الذاتي والهم الذاتي له يعني بناء هوية خاصة له ولهذا يجب أن تؤخذ في الحسبان مسألة التأثير الإعلامي على الهواء هناك معرفة مكتسبة هناك نزعة فردانية هناك ما يعرف بالإشباع الشخصي عندما يرفض أو ينتج هذا الهاوي من توجه الخاص به فإنه يرسل لنا رسالة خاصة بأنه يرفض كثير مما أتاحته وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتجون من مضامين وهو نوع من الرفض الجزئي أو ربما التام لهذه المضامين وبالتالي أنا سوف أنتج مضاميني الخاصة وسوف أبني فريقي وسوف يساهمون في شهرتي الرقمية خلال اللايك من قرار ما تتيحه شبكات التواصل الاجتماعي إعادة الانتشار هناك أيضا التي ساهمت في أن يحتل الهاوي هذه المكانة البارزة في شبكات التواصل هي مسألة المفضل والمباشر المفضل بمعنى ما يحقق لنا رغباتنا سواء من نجومية سواء من نجم سواء من موسيقى سواء من تلفزيون من نص من غيره من منتوج يعني هذا مفضل لدينا تمام والآخر هو المباشر أصبح اليوم الإنسان يستطيع أن بضغطة زر بضغطة إصبع كما نتحدث كيف تدير الإصبع العالم يستطيع أن يبث مقطع فيديو وأن يأخذ متابعات وإعجابات وأن ينتشر هذا الفيديو وأن يساهم بشكل كبير جدا في إيرباك أحيانا هذه المضامين التي تبث بشكل مباشر يعني تكون مفيدة لنا وأحيانا تشوش علينا في العملية التواصلية أنا قد أكون أحيانا أقوم بعملية تواصلية ثم تأتي رسالة تشويشية من قبل هاوي يعترض مني هذه العملية التواصلية وتنتشر وتأخذ حجم كبير جدا تؤثر على عملية التواصلية هناك لتلافي ذلك يعني يجب أو يفضل في الحملية التواصلية أن نشرك الهواه في مسألة إعدادنا لهذه المضامين هناك بعض الكتاب يشركون الهواه والجمهور حتى في اختيار تصاميم لأغلفة كتابهم هناك بعض المؤلفات تم تأليفها وكتابتها بناء على ما أرسله الجمهور لهذا الكاتب أو ما يعرف بكاتب الويب لماذا؟ لكي أصنع أنا كقائم بالعملية التواصلية نوع من دائرة تأثيرية إعلامية وأن أصنع لمن توجي نوع من الشهرة التي تتيحها نقرات ومتابعات شبكات التواصل الاجتماعي نتحف عن أهم عقبة كما أسلفنا وهي عقبة الجمهور المتلقي هو سيد المشهد ولا يعني ذلك أن المتلقي دائما على حق لأنه كما يقول جاك سيجيلا من المستحيل أن نلبي كل تطلعات المتلقين لأن هذا الجمهور الواسع والعريض يفرض علينا صعوبة في إيصال المعلومة كان التلقي للعملية التواصلية أو الإشهارية أو الحملات الإعلامية كان يأتي بنسق عرضي بمعنى أن كان يأتي بنسق عمودي أن الاتصال كان يأتي بالنبأ عبر مثلا الراديو كنا نستمع إلى الأخبار ثم التلفزيون لكن اليوم أصبح الطلب أنا أطلب الخبر الذي أريد أنا أطلب الوسيلة التي أريد أنا أطلب المشاركة التي أريد موقع المتلقي أصبح مهم جدا سواء الموقع الزماني أو الموقع المكاني شمولية الجماهير عدم تجانسهم كيف أصنع أو أحقق أو أنجح في حملة إعلامية تستهدف شريحة كبيرة جدا من الجماهير التفاعل من قبل الجمهور يفرض أيضا ذاته علينا بمعنى أحيانا قد يبث الإنسان مقطع أضمون لا يجد فيه إعجابات أو توزيع وهو يعني مضمون هادئ وبالتالي نجد على النقيض أن بعض التفاعلات أو بعض النقارات تساهم في إيصال محتوى وإن كان مشوش إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور الجمهور أهم وسيلة لاستكشاف هذا الجمهور واستخدام أدوات الاستطلاع وقياس الرأي لديه من أجل تصميم حملة ناجح لأن المتلقي الإيجابي هو أضل من المتلقي السلبي ما يقصد بالمتلقي الإيجابي هو المتلقي المتفاعل هذا المتلقي الذي يحدث تقييم الذي يحدث لدينا حالة من ترك بصمة رقبية بمعنى شهرة منتجاتنا بمعنى شهرة هذا الزبون الذي نعمل لديه في الحملات التواصلية طبعا لا يمكن الحطة مكانة المتلقي وأيضا لا يمكن الإنسياق بشكل كبير جدا لهذا المتلقي وإلا سيطر علينا بشكل قد يقودنا إلى أن ننحرف عن الحملة الإعلامية التي نقودها ما تتيحه تكنولوجيا الاتصالي المتصفح لهذا المتلقي الإيجابي تتيح له حرية وسهولة الاستعمال لهذه التقنية وتطبيقاتها يعني يعرف عصرا الحالي بأنه عصر الولوج الولوج للمعلومة الولوج للتطبيقات والمنظومات الاتصال الحديثة تتيح لهذا الفرد التوزيع إعادة المشاركة التوزيع إعادة التغريد الاقتباس لهذه المعلومة والمضامين تتيح له البحث بسهولة والبحث هنا قد يربك قد يقود إلى تعزيز هذا المنتج لكنهم أيضا قد يشوش على الباحث في العملية التواصلية إذ يقود أيضا إلى معلومات ربما تكون مضللة ربما تكون مربكة التعليقات ولهذا يقال أن الجمهور أو المتلقي أو المتصفح هو أكبر حليف للحملة الإعلامية ولكنه في نفس الوقت ربما يكون أسوأ حليف للحملة الإعلامية أو التواصلية إن بعض التعليقات ربما قد تساهم بشكل كبير جدا لأي عملية تواصلية وكذلك بعض التعليقات ربما تساهم بشكل كبير جدا في نجاح أي حملة تواصلية نحن بطبيعة الحال أمام نهج تواصل جديد أمام المتصفح ساهمت في إيجاد شبكات التواصل الاجتماعي قائمة على الفرد في التفاعل ومساهمة في إنتاج المحتوى أمام للأسف تراجع ملحوظ لوسائل الإعلام يمكن للفرد أن يميل إلى النزع الفردانية بمعنى أن يؤسس عالمه الخاص واقعه الافتراضي أن يؤسس مقر سكنه الافتراضي حيه مدينته دولته إنها مملكته بمعنى أن يبني وطن افتراضي له لهذا المتصفح حرية أن يتيح للآخرين أو التحكم بما يمكن أن يراه الآخرين وفي نفس الوقت أن يقبل من يشاء وأن يرفض من يشاء إنها كما يقولون هوية جديدة للفرد والتواصل الفاعل هناك عقبة مهمة جدا أمام نجاح أي عملية تواصلية أن الإعلام بطبيعة الحال هو بحث عن الحقيقة هو تقديم الحقيقة هو تقديم المعلوم النبأ بينما التواصل يختلف كليا قد يقدم أيضا الحقيقة لكنه يساهم أيضا في مسألة الإغراء في مسألة التأثير المحاججة الإقناع لأنه قائم على التبادل والتقاسم والعيش المشتعة دومينيك ويلتون يقسم المعلومات إلى أربعة أقسام النبأ ويقصد به الإعلام والخدمة ويقصد به المعلومات المتاحة لدينا والتي تقدم لنا خدمات والعلاقية التي يقصد بها المعلومات التواصلية والتي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي التوثيق أو الوثائقية لكل أفعلنا كتاب المحتوى هناك أربعة أصناف تقريبا لكتاب المحتوى هو الكاتب التقليدي الذي لا يزال حتى اليوم يعني بعيد كليا عن وسائل واستقدام تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي وهناك فئة لمجربين لهذه الخدمة وإن كانوا بشكل متفاوت وهناك الكاتب الفاعل الذي يستخدم الوسائل التقليدية ويستخدم أيضا شبكات التواصل الاجتماعي في إيصال المحتوى والمضمون وهناك المتخصص والبارع في شبكات التواصل الاجتماعي وهو الذي لا يستخدم إلا الإعلام الرقمي لإيصال معلوماته طبعا الفئات الأكثر تأثرا بالرسالة الاتصالية هم المتابعون والجمهور الداخلي لي أنا كمنتج لهذه السلعة أو لأي حملة أو قضية أتبنها هناك الأقل تعرضا لشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هم يعني الأبعد عن عملية التأثير تمام؟ وهناك الجمهور المختلط الذي يجب أن أحاول بقدر المستطاع أن أفرزه وأن سواء على مستوى العمر هناك سواء على مستوى الاهتمامات والرغبات المكان، الزمان حتى اختيار يعني التوقيت المناسب واللفظ المناسب هذه تقريبا تصنيفات للحملات الإعلامية والتواصلية هناك حملات إخبارية هناك حملات إشهرية ونقصد بها الحملات الإعلانية وربما تندرج فيها الدعاية أيضا وهناك سياسية لأي عملية تواصلية وهناك الحملة التواصلية تندرج أيضا كل هذه الحملات ضمن إطار عام ما يطلق عليه الحملة التواصلية طبعا أهم شيء في أي حملة هو الشعار هذا الشعار هو المحدد لنجاح هذه الحملة التواصلية بمعنى أن هذا الشعار هو الذي يربط بين جميع الرسائل سواء كانت رسالة نصية سواء كانت إعلام مطبوع في صحيفة تقليدية سواء كان إعلام مسموع في الراديو سواء كان إعلام مشاهد في التلفزيون أو الحاسب أو الهاتف سواء كان تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي على تويتر أو فيسبوك أو ما إلى ذلك هذه ما يوحدها هو الشعار هذا الشعار الذي يجب أن يكون قوي وسهل الحفظ أن يكون قوي وسهل الحفظ ولهذا في إحدى الحملات التواصلية في دول أوروبا أختار جاك سيجلا أن يصف حملة تواصلية لدولة معينة بأنها القوة الهادئة بمعنى القوة الهادئة هناك شمولية في الرسالة يعني يستطيع هذا المتصفح أو المستمع أو الجمهور المستهدف أن يتعرف ببساطة وأن يتلقى ببساطة على مضمون هذه الرسالة بين خلال الإشعار الإشعار هو توحيد للمضامين الإشعار هو يخضع لتجربة وتقييم القائمين بالحملات التواصلية ويمكن الاستفادة منه ربما يكون شعار تاريخي يعني شعار الرئيس الأمريكي لنجعل أمريكا هذا الشعار قوية أو لنعيدها قوية هذا الشعار استخدم قبل تقريبا 120 أو 140 سنة لكنه يعاد استخدامه بشكل متكرر لأنه لقى نجاحا كبير جدا في الحملات السابقة الشعار هذا يستطيع المتلقي أن يعود فيه بسهولة إلى منتجك إلى السعى التي تحاول أن تسوقها هناك الحملة السياسية والحملة الدعائية التي عرفها لازويل بأنها ربط بين الرسائل وتعبير لأهداف أو مضامين هذه الحملة والتي هي تدرس هذه الرسائل الدعائية آراء وأفعال القائم بالاتصال والمتلقي وهذه الرسائل الدعائية فيها نوع من العمدية ربما أحيانا ويعني بعض الكتاب يصف بأن الدعاية عادة ما تكون دعاية كاذبة وبعضهم يرى بأن الدعاية هي قصدها التضليل والإغراء ويعني منافات الحقيقة الدعاية طبعا يجب أن يكون لها أو أن تستهدف جمهور سواء كان أفراد أو جماعات بقصد التأثير والتغيير ولها أهداف مسبقة أي حملة إجمالا يجب أن يكون لها أهداف تواصلية مسبقة لكن الدعاية تركز بشكل كبير جدا على الاستناد على المراوغات النفسية لتحقيق الأثار هناك نموذج تواصلي لمنظمة الصحة العالمية يعني لديها نموذج تواصلي وهي الآن أمام المجهر في ضل جائحة كورونا والاتهامات التي طالتها لكن ندرس من باب الدراسة فقط لغير فيما يتعلق بكيف تدير حملتها التواصلية لديها حملة تواصلية تسعى فيها إلى أن يكون لديها ربط بين الرسائل التي تقدمها بمعنى أن تجد إعلاناتها سواء إذا فتحت اليوتيوب إذا فتحت شبكات التواصل إذا متعددة إذا فتحت الإنترنت إذا بحثت عن أي معلومة تتعلق بجائحة كورونا تقودك مباشرة أو هناك إعلان مبطن لمنظمات الصحة العالمية تقول أنها تقود حملتها التواصلية بشكل متكامل بشكل متناسق شمولي تسعى فيه إلى توفير المعلومة للهادفة إلى تعزيز الصحة العالمية وإزداء المشورة إلى الدول يعني جمهورها الفرد جمهورها المؤسسات الصحية القائمين على الأمور الصحية والمنشآت الصحية على الوزارات الصحية على المستشفيات على العاملين في القطاع الصحي الحملة التواصلية لمنظمة الصحة العالمية يعني تستهدف دمج العلاقات العامة مع شبكات التواصل الاجتماعي هنا نشاهد ما أتاحته منظمة الصحة العالمية ننظر إلى أن الأفراد والمجتمعات المحلية ومقدمو خدمات الرعاية الصحية وموظفو المنظمة والمنظمات الدولية وراسم السياسات العمومية هم الجمهور المستهدف لمنظمة الصحة العالمية ولهذا أي حملة تواصلية يجب أن نحدث فيها من هو الجمهور المستهدف لنا معلوماتهم تقوم بشكل أساسي على أنها سهلة المنال وكما أسلفنا بأن في حال أو عندما تتصفح أي موقع إلكتروني أو تبحث عن أي موقع إلكتروني أو أي معلومة عن الجائحة أول معلومة تصلك هي منظمة الصحة العالمية تعرف إلى المزيد يوتيوب تجد إعلاناتهم منتشرة بشكل كبير جدا وهي سهلة المنال هذه المعلومات هي معلومات ومضامين عملية قائمة على التجارب قائمة على خبرات قائمة على تبادل المعطيات وهي موثوقة وموثقة ومدروسة وهي مهمة لنا كأفراد وكمجتمعات للحفاظ على الأمن الصحي العالمي وأيضا مناسبة في التوقيت هي تقول أن حملتها التواصلية مناسبة في التوقيت بمعنى إذا تم ابتكار علاج أو اكتشاف علاج معين لمرض معين تسارع فورا في تعميم معلومة عن هذا التطور أو التقنية بقصد المساهمة في الاستفادة من الوقت والمساهمة في إيصال هذه المعلومة لإنقاذ حياة الناس وهذه المعلومة مفهومة صحيح أن المعلومات الطبية هي معلومات معقدة لا يفهمها إلا المتخصصون لكن منظمة الصحة العالمية تقول بأن المعلومات أو الرسائل التواصلية التي تبثها مفهومة لجميع شرائح المجتمع لكي تصل بسهولة إلى الناس بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم أفرادا وجماهير كيف تدير منظمة الصحة العالمية حملاتها التواصلية؟ تقول بأنها تنتج رسائل نصية مضامن سمعية بصرية تنشرها في الصحفة التقليدية في المنصات الرقمية تنشئ محتوى يعتمد على القصص الإخبارية تستفيد وتتيح للناس التعليقات والأسئلة والأجوبة وترد عليها تصدر بيانات واختارات إخبارية ومضامين لهذه الأحداث التي تريد أن ترسلها للناس لديها مؤتمرات صحفية وهي تتحدث فيها عن آخر ما توصلت إليه القطاع الصحي العالمي من ابتكارات ومن أزمات أو أوبئة أو كوارث صحية هناك أهداف حددتها منظمة الصحة العالمية في حملتها التواصلية يعني ربما هي ثلاثة أو أربعة أهداف أساسية بشكل كبير جدا وهي مختزلة ولهذا الأهداف التواصلية يجب أن تكون أهداف واضحة أهداف باينة للعيان لماذا؟ لأن الأهداف المشوشة هي يعني ربما تبطئ من إيصال أو تشوش على إيصالنا لهذه المضامين وما نريد أن نقصده من حملتنا التواصلية طبعا تقول أن توفير المعلومة فقلنا توفير المعلومة بطريقة سهلة موثقة في متناول الجميع وتزدي المشورة من خلال ما تتمتع به من خبرات من كوادر عالمية للدول الأعضاء وللمجتمع الصحي العالمي وتقدم الإرشادات لصناع القرار وتواصلها عادة مع القطاع السياسات الصحية وهناك هدف كبير جدا هو شعار هذه المنظمة يعني إنجاز القول هو حماية الصحة العامة الصحة الدولية ونحن نشاهد كيف العالم تأثر بشكل كبير جدا أو تأثرت صحته العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا حمولة الرسالة الإشهارية أي رسالة إشهارية لابد أن تدرس السلع والمنتوج وتدرس الزبون وتدرس الجمهور المتلقي وتحدد الشعار الواضح يفضل أن يكون شعار لكل حملة لماذا؟ لأن تعدد الشعارات عادة ما يشوش على المتلقي لهذه الحملة التواصلية أي حملة التواصلية عندما يكون لها شعار طبعا الشعار بما يكون متكون من فتين أو جملة أو ما إلى ذلك لكن يكون سهل ويعني سهل الحفظ ويوحد المضامين يعني مضامين هذه الحملة التواصلية هناك مضامين إما أن تكون مضامين فردية أو مضامين متعددة وهدف الحملات الإشهارية هو مسألة الإغراء والتأثير لهذه الحملة التواصلية الإشهار أو الإعلان لديه مؤشرات للقوة ودرجة التأثير يحدث الإعلان تأثيرا مدهشا قد يغاير الحقيقة بما يتضمن من تضليل وتزييف وخداع كما يقول أستاذنا سعيد بنقراد أن الإعلان يستند في ذلك على أو يعني فيه نوع من التضليل والتزييف والخداع الذي يستند على غريزة حب التملك لدى المستهلح من خلال تسهيل ما تراه العين وتعلم الغاية الأساسية من الإشهار هو التأثير على المتلقي تحقيق الغايات المنشودة لهذا الإعلان وهو الهدف طبعا يعتقد المستهلك أن هذه الغايات بريئة لكنها عكس ذلك تماما فهي لا تحقق الإشباع بل تسعى وراء الاستهلاك المتزايد من قبل الأفراد الوصلات الإشهارية أكثر تأثيرا على المخاطب من أي مضمون تواصلي آخر يقول جاك سجلة أن سيد المضامين التواصلية هو الفيديو الفيديو هو سيد المضامين التواصلية وهذه الحملات أو الوصلات الإشهارية قائمة على قصدية الدلالة يقوم أو يسهر على إنتاجها خبراء مكلفون بالتواصل يدرسون السوق يدرسون المضامين يعني هي ليست حملات بريئة الإشهار كقوة والنص الإشهاري على اختلاف لغة المستخدمة سوى أن كان مكون لفظي أو نصوص بصرية هو مؤلف على قاعدة علمية وليس كما نظن أنه اعتباطي لا هو مدروس اللون فيه مدروس اللفظ فيه مدروس التصميم مدروس الظروف المحيطة بالتصوير إذا كان منتاج مصور مدروسة وهي ليست اعتباطية تمام؟ من المهم جدا دراسة المنتج أو السلعة دراسة القضاء العام لهذه السلعة هل هي يعني ذات جودة في الصناعة في الإعداد مراحل التصنيع كما أسلفنا يعني الحملات التي استهدفت صناعة الشوكولاتة بأنها تستهدف يعني والمقاطعة التي طالتها بسبب أنها توظف الأطفال في جمع هناك يعني دراسات تتحدث عن عشرات الأطفال عشرات الآلاف من الأطفال العاملين في مراحل جمع الشوكولاتة أو ثمر الكواكاو في إفريقيا دراسة الوسيلة يعني هي مهمة جدا في أي عملية تواصلية وكذلك إنتاج المضامين والسمعية والبصرية ودراسة المستهلك المتلقي والجمهور هنا أقف مع كيف غير مضبون حملة تواصلية عندما يعني تحدث الإعلام في الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق يعني ساركوزي السابق والأسبق لا أذكر تحدثوا عن ساعة روليكس لدى الرئيس هنا جاء جاك سيجيلا فقال يعني أنتم تنقضون عن الرئيس أو المرشح للرئاسة أنه يرتدي ساعة روليكس فأنا أقول لكم بأن المرأة إذا بلغ سن الخمسين من العمر ولم يمتلك ساعة روليكس فهذا معناه أنه قد أخفق في حياته معنى ذلك أن من لم يرتدي منكم ساعة روليكس منه ومن هذا الجمهور عندما يصل إلى سن الخمسين فهو إخفاق وفشل وهذا تزييف لكنه حرف للمسار التواصلي للعملية الواصلية هذه العبارة وجدت انتقاد كبير جدا هل معنى ذلك أن من لم يرتدي هذه الساعة فهو فاشل؟ بطبيعة الحال لا هذا الإعلان وقفت أمامه كثير في الحملة وهو إعلان لشركة تنتج صابون لفوي تتحدث فيه عن طرق الوقاية أو غسل الأيدي من فيروس كورونا في نهاية المقطع تظهر هذه العبارة وهي عبارة إنسانية بامتياز هذا الإعلان الذي بثته وسائل الإعلام لم يفرض نفسه كإعلان وإنما كخبر تواصلي إنساني هنا انتفت التنافسية يعني مصمم هذا الإعلان وكاتب المحتوى تفرد بأن هذه الجائحة أزاحت التنافس أزاحت يعني الاحتكار أزاحت الخداع لا نعم يعني هي الآن تتحدث أن من طرق الوقاية غسل الأيدي ومش شرط إنك تستخدم لفبوي لا خد ديتول خد جونسون خد لوكس خد أي صابون يؤدي المهمة هذا إعلان تواصلي يعني إنساني بامتياز نصائح في حوار مع جاك سجل عن الدعاية والإعلان يقول أن هذه هي مهنة المستقبل وليس مهنة الماضي رسبت كثير من المهن بينما مهنة الحملات التواصلية والإشهارية ما زالت سيدة الموقف وأن الحاجة إلى الصور تضاعف مئة عالميا سنوات المقبلة ستضاعف الدعاية قد يصنع الصورة ويقول أن الدعاية ليست إعلانات ومضات فحسب بل المشاركة في إنتاج المحتوى وتركيز مواقع الإنترنت والإسهام في إنتاج الأفلام يقول أن الدعاية أجمل مهنة في العالم وأجمل ما فيها أنها واكبة تطور العالم في حين رسبت مهن عديدة وتحجرت على هامش العالم ونصيحة الشهيرة لكي تكون أغنية امتهنوا الحملات الدعائية والإعلامية لأي حملة تواصلية طبعاً هو يتحدث عن المرحلة التي مر بها الحملات الإشهارية يقول بعد الحامية الثانية كان الإعلام أو الإعلان أو الإشهار سطحي يعني كنا مثلاً نسمع عن أو كان يسمع مثلاً عن قبل 1900 تقريباً هذه الفترة التي شهدت نوع من أخلاقيات الإشهار أن هذا المنتج هذا الكولور مثلاً هو مبيض مبيض انتهى الموضوع لكن لا أصبحنا الآن نرى أن هذا المبيض هو الذي يحمي عائلتي دخلنا في مسؤولة الأسرة أنه يحافظ علي يعني متماسك عافظ على صحتي هذه الصحة التي تنعكس على مجتمعي على أسرتي على أصبح مفهوم أخلاقيات الإعلان التأثير في الإعلان أصبحت بارزة بشكل كبير جداً في أي عملية تواصلية للمستهلك طبعاً نصائح مهمة جداً أيضاً استقيتها لكم من مراجع سوف أبرزها لكم في مسألة التواصل وخلال دراسة السياسي التثقيف المستمر للقائم على الفعل التواصلي مهم جداً يجب أن تدرس التاريخ الإعلاني والإشهاري والتواصلي يجب أن تدرس الدعاية لكي تستفيد من تجارب الآخرين التواصل ما هو إلا تجارب ما هي إلا عجلة ينتجها البشر الإنسان هو الفرد الذي يستطيع ويعيد إنتاج هذه الرسالة التواصلية التخطيط الجيد لأي حملة تواصلية تحديد الجمهور وانتقل المبدعين في حملتك التواصلية انتقل المبدع في الكتابة في المضامين لا تنتقل هواه يعني أشركهم نعم لكن لا يكونهم أساس للحملة التواصلية لأن إشراك الهواه قلنا يساهم في زيادة النقرات والأعجاب في حملتنا التواصلية على شبكات التواصل تجنب التضخيم في أي حملة لأن أي حملة إشهارية تضخم المنتج أو السلعية تعود بأثر عكسي على هذه الحملة ركز على الابتكار في إنتاج المضامين في الوسيلة الإعلامية في إيصال هذه الرسالة احرص على أن يكون عديك خبراء لفرز كثافة المعلومات والتقييم المستمر لحملتك الإعلامية لكي تؤثر لا تبخل بمنتوجاتك الجماعية والعامة على الجمهور دون انتظار مقابل يعني نحن نشاهد تأثير يوتيوب لماذا؟ لأنه يتيح لنا منتج مجاني ولهذا وإن كان القصد ربحي يعني هو يقصد بأن هناك يعني قصده في إتاحة هذا المنتج الإعلاني هي زيادة المتصفحين واستفادة ومن ذلك في تعاضم الأرباح احرص على أن تمزج الإعلام الحقيقة بالتواصل العلاقة بالنبأ الحقيقة بالتأثير فإن كلفة الإعلام لا تزال ضاهضة لكي تؤثر فكر جيدا في مبادئنا في قواعدنا في عاداتنا في تقاليدنا في علاقتنا بالآخر هذه أبرز المراجع التي أدرسها وأستقيت منها كثير من المفردات والعبارات التواصلية أشكر لكم حسن الاستماع وأعتذر عن يعني ما بدل ربما من هفوات وألفاض يعني قد أخرجت بعض المفردات والمفاهيم عن سياقها أعتقد ساعة ونصوة المحدد لك محاضر والآن يمكن أن نتيح فتح الأسئلة يعني رفع اليد رفع اليد أعتقد لكي نخبر الكنترول بالراغبين بالأسئلة أعتقد مريم مريم جلال مريم جلال هل تريدي فتح الأخت مريم جلال الكنترول هل تسمعوني كنترول لا بأس عادة ما تحدث في هل تسمعوني كنترول يبدو أن هناك مشكلة تقنية ترجمة نانسي قنقر هل صوت مسموع؟ أخت هدى أخي فهد هل تسمعوني فهد من لديه استفسار أو مداخلة مداخلة برفع اليد أستاذ عبدالله الشيعاني عبدالله الشيعاني يمكن أن تفتحه لي عبدالله الشيعاني عبدالله الشيعاني عبدالله الشيعاني بعده حمدان حمدان محمد الكنترول ممكن عبدالله تطلب فتح المايك طبعا أشكالات التقنية في برامج التواصل أمر طبيعي وهو التشويش تقني حتى نصل أو نتواصل مع الكنترول في فتح في فتح هذا الأسئلة كنترول هل تسمعوني؟ طيب هناك نقطة مهمة جدا هي موضوع فهم الرقمي الفهم الرقمي يساهم بشكل كبير جدا في تعريف المعلومة يساهم بشكل كبير جدا في ممارسات الاجتماعية في جودة التواصل لدينا في تعريفنا بالأشكال الجديدة للحضور والمشاهدة والتواصل نعم هناك ممكن ممكن تكون الكتابة على الشات للأسئلة نعم نعم ممكن كتابة ممكن أخ عبدالله الشعاني يكون كتابتك على الشات يعني التحكم في الصوت ليس ليس بيدي نعم قلنا أن الفهم الرقمي للتطور التقني يساهم بشكل كبير جدا في تغيير علاقتنا بالكتابة ويفرض نعم هناك سؤال يقول كيف نقيس من الحسين الحسيني يقول كيف نقيس التأثير والتفاعل في التواصل الاجتماعي للأسف الشديد أصبح الآن يطلق على هذا التفاعل الرقمي أو النقر أو العدد أنت رقم وأنا رقم هذا هو التفاعل الآن ولهذا لجأت كثير من شركات الإنتاج إنتاج المضامين والمحتوى إلى إنتاج سلسلات لبعض المسلسلات لبعض الأفلام لماذا؟ لأن كل سلسلة من هذه السلسلات تعد تأثيرها منفردا ورقميا وبالتالي يضاعف العدد فعندما تتحدث عن فيلم تم مشاهدته من قبل مليون ثم تتحدث عن سلسلة من مسلسل ثلاثين حلقة مثلا كل حلقة منه شاهدها مليون أنت تتحدث عن ثلاثين مليون هناك بطبيعة الحال دراسات أو يعني خوارزميات تبحث في تفاعل الجمهور في التأثير عليهم من خلال المشاهدات من خلال هل يهم يهمه أن يعلق على هذا المنشور أو لا تتيح فيسبوك عادة ومنصات أخرى لك أن ترى مدى تأثير هذا المنتج وقياسه بمنتجات الأخرى وهذا المضمون تجد التعليقات سواء رافضة أو مؤيدة لهذا المنتج أو هذه الحملة مستوى التفاعل والمشاركة هو أيضا ما يحدد لك أن هذه الحملة مؤثرة أم لا مستوى الجمهور أيضا وعدده في التفاعل في التعليقات في المشاركة في إعادة التوزيع لأي محتوى أيضا يساهم بشكل كبير جدا في التأثير في هذه السوق الرقمية طبعا هذه شبكات التواصل تتيح بشكل كبير جدا استهداف أكبر عدد ممكن من الأشخاص وتتيح أيضا الفرد الفرد هنا عبارة عن رقم وهناك عرض وطلب وأهم ما يحدد أن حملتك لها تأثير هي مستوى العرض والطلب الذي عندما تقدم وتعرض منتوج معين تجد أن الجمهور أحيانا يساهم في طلب منك منتوج آخر من خلال تفاعله من خلال تأثيره أو أنه يرسل رك رسالة مبطنة أن هذا المحتوى غير جيد لطفا يعني غيره أو عدله حتى نستطيع التفاعل معك الأخت هدى تسمعيني يا أخت هدى هناك هناك مهم جدا يا أستاذ الحضور ما يعرف بالتأثير عن طريق الصورة الصورة مهمة جدا في التأثير نحن الآن نعيش في ما يعرف بالعصر الفرجوي يعني عصر الصورة لها تأثير كبير جدا للصورة سواء كانت الصورة تصميم أو فيديو أو صورة أو بث مباشر أو منتوج وتستثمر بشكل كبير جدا من القائمين في الحملات التواصلية وهي أكبر يعني أهم مضمون ممكن أنه إحنا نستثمر في إيصال حملتنا التواصلية أخ فهد موجود معي أخ فهد عبدالله الشيعاني عبدالله الشيعاني موجود ممكن ممكن أي أحد عنده استفسار أو مداخلة يطلب عبر الشات نتحدث مع الكنترول إنه يفتح له نعم عبدالله أمير الدين موجود عبدالله نعم كيف نستفيد يعني هناك استفسار يتعلق في كيفية الاستفادة من السوق الرقمية نعم السوق الرقمية يمكن الاستفادة منها من خلال الاستفادة من التطبيقات التي تتيحها يعني عندما تعلق ب ما يعرف بالهدية المجانية في شبكات التواصل الاجتماعي كما تحدثنا عن التأثير في في المتصفح من خلال عرض منتوجات أو محتوى مجاني تعزيز التبادلات سواء كانت اجتماعية أو تجارية في هذه السوق التحليل المستمر للمستهلك ولمنتوج في هذه السوق محاولة السيطرة على المنتج أو محاولة السيطرة على الجمهور طبعا هناك سؤال يتعلق ب يعني كيف تنتج كيف تنتج يعني إعلانا أو إشهارا متميزا هناك نصائح يجب أن يكون جري هذا الإعلان جري ولا نقصد هنا الجرأة كما يقول جاكسي جلا جرأة بمعنى الانطلاق ولا نقصد هنا الجرأة أن نتمرد على العادات والتقاليد والمعايير وعلى الهويات التي نحن فيها يجب أن يكون الإعلان مستمر بمعنى مستمر في الطرح مستمر حتى في سهولة الحفظ يجب أن يعبر عن أصالة أن يكون فيه نوع من الفكاهة نوع من الطرافة والترفيه أن يكون أن يصمم هذا الإعلان بحب بشغف أن يكون فيه خيال فيه إدهاش كما تحدثنا أو تحدث جاك سجلة فعندما يذوب الثلج لا ينتج ماء إنما يأتي الربيع هذا الخيال هو ما يتم تحديده في إنتاج أي إعلان تواصلي سهل لنا طبعا هناك استفسار أيضا يتعلق بالممارسات على الشبكة نعم الممارسات على الشبكة هي ممارسات تقنية وتتعلق بالكتابة كاتب الويب أو كاتب الشبكة تتعلق بعدد المتابعات بالتفاعل بالنزع الفردية باستغلال واستعمال التكنولوجيا تتعلق بالمشاركة بإعادة التوزيع هذه كلها ممارسات إعلامية أو ممارسات رقمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي هناك استفسار يعني هل أن شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تكامل الإعلام شبكات التواصل الاجتماعي يعني أمام ما ما تتيحه من فوضى في المعلومات وتزايد وتدفق كبير جدا في المعلومات صعبت من مهمة الإعلام أثرت بشكل كبير جدا في منطق العرض والطلب أصبح أمام وسائل الإعلام مهمة كبيرة جدا في أن تضع بصمتها وأن تؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا هناك نزاع ما بين شبكات التواصل الاجتماعي وكبريات وكالات الأنباء بأن شبكات التواصل الاجتماعي تتوخ الربح بما تتيحه وكالات الأنباء وهناك قوانين تدرس للفصل في هذه المنازعات أن كل شيء يمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي نعم كيف تستقطب المتلقي كما أسلفنا فأن المتلقي هو أفضل حليف للإعلام وهو ألد عدو أيضا لهذا الإعلام ربما يعني يساهم في هبوط أسهم أو مكان لهذه الوسيلة الإعلامية كيف نتواصل مع الآخر نعم ما تدح شبكات التواصل هو اعتراف بحرية الآخر الغيرية التواصلية التي نقصدها شبكات التواصل الاجتماعي فرضت نوع من المساواة أزاحة التراتبية كانت العملية التواصلية تقوم بشكل تراتبي ربما من المسؤول أو من القائد أو من القائمين على السياسات العمومية اليوم أصبحت التواصلية أفقية أصبح من ينتج المعلومة كما هو الخبير أيضا كما هو الهاوي في شبكات التواصل الاجتماعي يعني أعتقد أنه اقتربنا من الوقت المخصص لنا إذا إذا أي استفسار آخر فيما يتعلق بالتأثير على شبكات التواصل يعني وما تؤثر وما تريح طيب تسمحوا لي أختم قائمين على التواصل على البرنامج هل ممكن نختم يعني أشكر لكم حسن الاستماع لما يعني قدمته لكم من يعني خلال بعض الدراسات في مسألة التواصل والاتصال أتمنى أنه أكون قد أشبعت بعض الفضول لديكم وأستفد بشكل كبير جدا نعم ممكن ممكن نرسل المادة أشكرك أخي أشكرك أخت حنان شكرا أخي أحمد نعم سوف يتم إرسال المادة عبد الله أمير الدين شكرا شكرا عبد الله شكرا لكم جميعا شكر لمقام وزارة شؤون الإعلان في مملكة البحرين الشكر للحضور الشكر لكل من ساهم في يعني الإعلان والترويج لهذه المحاضرة طيب الله وقاتكم ونلتقي بإذن الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر